أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصة مصر على توطيد علاقاتها مع إسطونيا والارتقاء بها لأفاق أرحف في مختلف المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإسطوني ألار كاريس حيث أكد رئيس السيسي توافق الرؤى حول تكثيف العمل المشترك بين البلدين الصديقين إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كاريس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات السنائية بين بلدين الصديقين فضلا عن رغباتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمرية وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على استحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الأستونيين لاستشراف فرص التعاون لا سيما في غطاءات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية أسوى بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه أستونيا بخبرات متميزة كان هناك توفق أيضا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازمة للعلاقات بمختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفني والزكاء الاصطناعي والأمن السبراني وطرقنا كذلك لسبل تهزيز التعاون السلاسي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم أستونيا الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن القضية الفلسطينية تصدرت القضايا الإقليمية التي تتناولها المباحثات الثنائية مع نظيره الإسطينية في هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ومنع تساعي النطاق الصراعي في المنطقة كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع فخامتي ذلك أن مصر تعتبرها سلب قضايا المنطقة حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة لوقف التسعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا وأكدت أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية زاد سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 باعتبرها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما استعرض الرئيس سيسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية والأزمات ذات الاهتمام المشتركة التي تم تباحث حولها وفي هذا الإطار جدد الرئيس سيسي الإعراب عن تطلعه لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين على مختلف الأصعدة كما تترقنا خلال المبحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر والأزمة الروسية الأكرانية وملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة حيث توفقنا على أهمية تكسيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات ودورية التوصل لحلول سلمية بشأن استرعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار ختاما وأعرف مجددا عن سعادتي باستقبالكم فخامة رئيس كاريس كما أجدد الإعراب عن تطلعه لتدعيم أواصل التعاون بين البلدين واستمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية شكرا